منذ بدء موجة الهجرة غير النظامية في مطلع يوليو الماضي وصل ألاف المهاجرين إلى ألمانيا بشكل غير قانوني عبر بيلاروسيا وهولندا المهاجرون ينتقلون عبر العاصمة البيلاروسية مينسك إلى الحدود البولندية في رحلة تحفغ الكثير من الأخطار التي قد تتسبب بفقدان البعض لحياتهم أزمة إنسانية في قلب صراع سياسي بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي وذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مينسك حيث تولدت الأزمة بين الطرفين على خلفية إجبار بيلاروسيا طائرة على تغيير مسارها في مايو الماضي من أجل اعتقال صحفي معارض كان على متنها مراقبون يرون أن ما يجري هو مواجهة غير مباشرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لتضاف أزمة المهاجرين إلى أزمة أوكرانيا وأزمة أخرى بين الطرفين فيما يفع المهاجرون ثمان تلك الخلافات في ظل غياب شبه كلي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعلية لحقوق الإنسان أمين حلف النيتو في آخر تصريح له حول اللزمة قال إن رئيس بيلاروسيا يضع حيات طالبي اللجوء في دائرة الخطر فيما يرد عليه الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بنفي مسؤوليته عن الوضع في الحدود ويضيف أنه لن يصد الناس وهم في طريقهم إلى حياة أفضل حسب وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من جهاته أكد موقف واشنطن الداعم لبولندا في مواجهة ما أسماه لاستغلال السخيف لنظام لوكاشينكو للمهاجرين المعرضين للخطر لترد موسكو عبر المتحدثة باسم الخارجية الروسية بتذكير وارسو بدورها في تدمير العراق وضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن أكثر من ألفي جندي بولندي دخلوا العراق ضمن قوات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة لإحلال الديمقراطية في ربوعه وتساءلت عما إذا كانت بولندا مستعدة اليوم لاستقبال ألفي عراقي على الأقل من اللاجئهم